بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقى وقولي وحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واليوم إن شاء الله رب العالمين راح تكون ليلة من أعظم الليالي اللي ممكن الواحد يمر فيها لأنه كل المؤشرات في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما حاول علماءنا أن يستنبطوه وأن يستدلوا عليه بأنها ليلة سبع وعشرين صح النبي عليه الصلاة والسلام يعني نبهنا على العشر الأواخر وحددلنا من العشر الأواخر الليالي الوترية ولكن بنفس الوقت العلماء والاستدال والاستئناس بأنه ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين وذكر فيها كلام طويل منها قول الله عز وجل في سورة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر عدد كلمات السورة ثلاثين كلمة هي خير من ألف شهر كلمة هي رقم سبع وعشرين مش بنعتبره دليل لا بنعتبره استئناس يعني إيحاء يعني نفهم عن الله عز وجل أنه أراد ينبهنا هذا اسمه الفهم عن الله تبارك وتعالى إنه نفهم إنها سبع وعشرين هي خير من ألف شهر طب هو السبب ليش النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحدد النبي هذه الليلة هو النبي أراد يحددها أراد النبي أن يحدد ليلة القدر واجتمع الناس في المسجد فراح اثنين من الصحابة اختصموا فتلاحى فلان وفلان اثنين اختصموا من الصحابة رضي الله عنهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت قد أردت أن أعلمكم ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فلان وفلان تزاعلوا مع بعض وتاوشوا مع بعض وطاوشوا فرفعت فلتمسوها في الوتر في العشل أو أخر سبب حجب الرحمة إنه فيه ثين اختلفوا فما بالك لما يكون الخلاف داخل الأسرة ما بالك لما يكون الخلاف أخه أخته يعني أنا بس دي أستوعب أو أحاول أستوعب كيف بيكون فيها أسرة والأخه مقاطع أخته صار له ثلاثة يام قال ثلاثة يام والله أقول ثلاث سنوات فيه ناس مقاطع يعني كيف ممكن يوكل ويشرب وأخته أخته اللي من لحمه من دمه التي لو احتاجت يوم الأيام نجدة فزعة حدا يوقف بظاهرها مفروض تكون أنت أنت مقاطعها يعني أنا بس نفسي أفهم كيف ممكن يا حدا بني آدم عاقل يستوعب الفكر ما بارك لما يكون الخلاف بين أخوين على شو متهوشين ومتزعلين ومتقاطعين لأنه ابني وابنه وضرب ابني الولاد الصغار هذول يعني والله ما أقل من عقل وغير عقل المتهوشين والله ما أقل من عقل العيال الزغار هذول المتهوشين مع بعض إلا عقول الكبار لأنه ذول كمان شوي بيقوم بتصالح وبيلعبوا والكبار وقعت في كيسهم وظلهم ومتزعلين مع بعض متزعلين هو أخوه لأنه النسوانهم لما سووا مش عارف إيش الإفطار والله ما أقل من عقل نسوانك وغير أنتو لأنه أنتو مضيت وحياك تخذوه أكل وتشرب مع بعض إخوة من أبو أم من زلم ومرأة ولما كبرته فرقتكو النسوان وزعل وسوين زعل وسوين فرقة وسوين نفرة وسوين تنافر وتناحر وتدابر وتناجش وتحاسد وتباغض لأنك أنت قليل راي لأنه شورك مش من راسك لأنه شورك ورايك ومنطقك مش طالع من راسك لأنه أنت لو حكمت ضميرك ترى أخوك لكن إجت بنت فلان وبنت علان وفرق بين الإخوة هذا حاصل ومش حاصل أيوة فإذا كان إذا كان الليلة القدر الله عز وجل رفع عن النبي علمها المسموح بإذلائه بسبب خصومة فلان وفلان فما بارك العائلات كيف الله بجي رحمنا كيف الله عز وجل ينزل الرحمة على هذه العائلات اللي بينهم تقاطع وتدابر وتناحر وتنافر كيف الله بجي رحمنا برحمته ولذلك هذه الليلة من أعظم الليالي يحب المرفيها في كل حياتنا خير من ألف شهر أنت بتضيع عبادة ألف شهر ومغفرة ألف شهر وحسنالة ألف شهر عشان والله متخاصم أنت وفلان أو متزاعل مع أختك أو متزاعل مع أخوك أو متزاعل يغفر يغفر النبي عليه الصلاة والله عز وجل يقول يغفر في رمضان لكل أمة محمد يغفر إلا لأربعة شارب الخمر المدمن عليها ما بد يتوب وقاطع الرحم قاطع الرحم في هاي الأحقاد أنت اليوم لو لو قميصك اتسخ لو ثوبك اتسخ ما بتطلع فيه قدام الناس حياء من الناس أن تقع أعينهم على شيء متسخ في ملابسك يا ابن الحلال ترى ربنا سبحانه وتعالى محل نظره قلبك أفتستحي من الناس أن ينظروا إلى عيب في ثوبك ولا تستحي من الله أن ينظر إلى سواد في قلبك اليوم يوم الإصلاح مع الله عز وجل يوم الاستغفار يوم التوبة ولذلك اليوم احنا حاطين برنامج صلاة على رسول الله ألف مرة استغفار ألف مرة لا إله إلا الله ألف مرة صلاة ترويح اليوم عشرين ركعة هذول حد الأدنى وبعدها أنت حببت أن تزيد زيد الذي تريد صلاة على رسول الله ألف مرة استغفار ألف مرة كلمة التوحيد ألف مرة وتصلي الترويح عشرين ركعة وما أردت بعد ذلك أن تزيد فزيد هذا حد الأدنى هذا حد الأدنى اليوم والمصالحات اللي بينك وبين العباد إذا كان في بينك وبين حدا من العباد خصومات في بينك في بينك مقاطعات في بينك مشاحنات مناجشات كل هذا لازم ينخلص منه في هالليلة قبل ما قبل ما أن تدخل ليلة القدر قبل ما يأذن المغرب قبل ما يأذن المغرب لازم تكون تنخلص في المصالحاتك حتى تقبل على المولى تباره تعالى لعل الله يرحم هذه الأمة أما أنت بتضيع ألف شهر من العبادة من أجل خصومة يعني شو جابت الخصومة لأهلها شو نفعت الخصومة أهلها ولا اتدعي الشياطين الصغار لأن الشياطين الكبار مربطة مردت الشياطين مصفدة لكن في الشياطين الصغار ما تخليهمهم اللي يضحوا عليك مردت الشياطين مربطين بيظل الشياطين الكبار ما تخلي الصغار هذول ما تخليهمهم اللي يضحق عليك صلة الأرحام ولو بالتليفون الوالدين الخوات الإعمام إخوال كله بذول واجبهم علينا كبير فهذه ليلة ليلة الإقبال على المولى طب شو معنى ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر لازم نفهمها نستذكرها مرة مرة ومرة الله عز وجل خلق اللوحي المحفوظ وفيه مكتوب كل شيء كل ما هو موجود في هذه الجنة مكتوب في اللوحي المحفوظ وموجود في التوراة وموجود في الإنجيل وموجود في صحف إبراهيم وموجود في القرآن الكريم قبل ما ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق سماء ولا أرض فإنا أنزلناه في ليلة القدر تحتاج نفهمها تعالوا خل نفهم إنا أنزلناه في ليلة القدر نفهم شو مع النزول القرآن الكريم في ليلة القدر لأنه اقرأ ما نزلت في ليلة القدر اقرأ باسم ربك الذي خلق ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو في رمضان لا ما كان رمضان فربنا سبحانه وتعالى خلق اللوحي المحفوظ ومكتوب في كل الأشياء أعمارنا وآجالنا وأكلنا وشربنا كل 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 مسجل عند الله تبارك تعالى يعني أن الله يعلم مش الله أجبرنا عليه فرق بين علم الله وإجبار الله ما أجبرنا على شيء أنت اللي بتختار لكن الله يعلم الله يعلم لكنه لا يجبرك يعني أنا خذت ابني على محل تلفونات شو بقول أنا آه هل راح يشف له تلفون آيفون 14 حط له قدامه كل التلفونات يجيه وأخذ الآيفون تمام فأنا أعلم أنه راح يختار الآيفون بس أنا أجبرته لا ولله المثل الأعلى يعني أنا توقعت وتوقعي صبت لله المثل الأعلى الله لا يتوقع الله يعلم فيسجل الأشياء فتقع كما علم الله لا كما أجبرنا الله لا يجبر أحد الله ما بيجبر أحد على شيء فهذا اللوح المحفوظ مكتوب في كل شيء ومن جملة المكتوبات في اللوح المحفوظ القرآن والإنجيل والتوراة والزاو وكل كل موجود في اللوح المحفوظ في ليلة القدر الله عز وجل أمر جبريل أن ينزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى مكان في السماء الدنيا شو اسم هذا المكان اسمه بيت العزة من السماء الدنيا فنزل كله القرآن كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ومن بيت العزة في السماء الدنيا صار يتنزل عسيد النبي عليه الصلاة والسلام على مدة 23 عام إذن إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه من وين أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مش أنزلنا أول آية أول آية ما نزلت في ليلة القدر ما نزلت في رمضان فإنا أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم من بيت العزة في السماء الدنيا بدأ ينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على مدة 23 عام اللي هي فترة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى منذ أن ابتعثه الله عز وجل إلى أن التحق بالرفيق الأحلى هاي الليلة ليلة استنفار احنا لا نقطع بأنها هي فعلا ليلة القدر ما في حد بيقدر يقطع يقول آه الحسم إنه آه فعلا ليلة القدر ليلة سوى عشر ما حد بيقدر يقول ولكنها أرجى ليلة يعني أكثر ليلة نتوقع ونميل ونرتاح إلى أنها ليلة القدر فما نضيعها اليوم مش نظل سهرين اليوم نتقلب من محطة على محطة ومن تلفزيون على تلفزيون ومن لا خلي قدامك برنامج أنا عندي صلاة على رسول الله ألف مرة واستغفار ألف مرة ولا إله إلا الله ألف مرة وعندي صلاة عشرين ركعة هذا في حد الأدنى شو بقدر أجيب أكثر من هيك؟ الله يقدرنا وبديج بعض الخوات زي ما بيجينا بالرسائل أنا محرومة الله حارم لا يختي الله ما بيحرم حالي الله عزمي باب مفتوح للجميع لكن إذا كنت اليوم لا تستطيعي قراءة القرآن ولا الصلاة فأنت قدامك التسبيح والاستغفار والذكر والدعاء وأسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كل هذا قدامنا فإحنا فقط في بعض يعني أخواتنا اليوم لا تقرأ القرآن ولا تصلي فقط لكن كل الأذكار بتكون مفتوحة قدامها التسبيح الذكر الدعاء يعني لو واحد مسك اليوم أسماء الله الحسنى تسعة وتسعين وربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لو واحد مسك أسماء الله الحسنى وصار مسك يا من عند هو الله الذي لا إله إلا الحي الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحمن يا رحمن مئة مرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم مئة مرة يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك مئة مرة يا قدوس يا قدوس يا قدوس مئة مرة يا سلام يا سلام يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا مهيم يا مهيم يا عزيز يا جبار وبدأ في أسماء الله الحسنى كل اسم مئة مرة مئة مرة مئة مرة قديش هذول بدهم هاي تسع الاف تسعمية ذكر فالليلة انشغال لعل الله عز وجل يرى منا اقبال عليه ولما بربنا سبحانه وتعالى يرى اقبال من العبد على المعبود سبحانه وتعالى يتجلى عليك بالجود إذا رأى الله عز وجل اقبال من العبد على المعبود يتجلى عليك بصفة الجود وهذا شيء احنا اليوم تصحيح العمل مع الله تبارك وتعالى وتصحيح المصالحة مع الله تبارك وتعالى وندعي الانفسنا وندعي الى امتنا كلها ان الله يحكم الدماء هايتوا شايفين الان اخواننا في السودان الجماعة الطيبين اهل الذكر وبعد ذلك اذا ما في شيء في الدنيا هاي كلها ما في شيء يعني يأمن الانسان عليه هاي احوال تتقلب هاي احوال تتقلب يعني والله انه شيء من مآسي هذا الزمن الاقتتال اللي بيصير كل قطر الدم تسفك في عالمنا الاسلام فاحنا هذي الليل ان شاء الله ندعو لانفسنا ندعو لامتنا كلها لعل الله عز وجل انه يرحمنا برحمته سبحانه وتعالى احنا هاتفنا خمسمية تسعة وستين ثلاثة وثلاثين سبعة وسبعين خمسمية تسعة وستين ثلاثة وثلاثين سبعة وسبعين هو هاتف البرنامج وياريت انه تتصلوا معي خليني اسمع المتصلين لانه نقطع الانتصال بينكم يا عمان فياريت يتصلوا معنا نزيه صالح بيقول بارك الله فيك الشيخ العزيز احلى تحية من فلسطين ياريت تدعي لابني بالهداية نسأل الله عز وجل ان يهدي ويهدي ابنائنا جميعا رب اجعلنا لا تنسوا لا تنسوا دائما ظل يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعا لا تغفلوا عن الدعاء لأولادك ودعاء لبناتك لا تغفلوا الانسان لا ينساه من الدعاء لان دعاء الاب ودعاء الام اه للصلاح والخير للأولاد ان شاء الله انه مستجاب طيب لدينا سؤال بيقول السؤال او هو دعاء ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ربنا على الطوء قال فاستجبنا له فان شاء الله ربنا يرفع الضر عن الجميع لما نقرأ سورة فيها سجد في الصلاة مثل سورة العلق مثل سورة العلق هل نسجد ونرجع نكمل قراءة ام كيف نقوم بالصلاة ايوان مثلا لان السجدة سورة العلق اقرأ بسم ربك الذي خلق فاسجد واقترب السجدة جاي في اخرها فاذا ردت السجود فاسجد واقترب الله اكبر بسجد الله اكبر بوقف بعدين بقول الله اكبر بركع فبجيب سجدة وبعدين بوقف اجيب الركوع وبكمل الصلاة في عنا اتصال ابو العز الله يحييك يا ابو العز من الزرق ويا مرحبا فيك احنا هاتفنا خمسمية تسعة وستين سلاث وثلاثين سبعة وسبعين الله يفرج علينا على امة سيدنا محمد يا رب وارحمنا وارحم امة محمد واحفظ بلادنا من الفتن وبلاد العالمين اللهم امين هل يجوز ان حضرت درس يقول فيه الشيخ وجاء محمد وذهب محمد يعني الله يزير خيره طبعا على الدرس لكن دائما ابدا تأدب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الا يذكر باسمه مجردا هذا من باب الادب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الادب مع النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا الله عز جل لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا احنا ندعو بعضنا البعض بالاسم المجرد مرات هذا لم يكون لك علي مونة فكيف ندعو نادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد هيك نقول محمد لا الادب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا يعني الواحد قاعد بنادي جاره ما بقولش جاره ما بنادي على جاره باسمه بيقول له ابو فلان فهل يعقل احنا في الدنيا ابو فلان وابو فلان وسعادة فلان ومعالي فلان وعطوفة فلان ومدرمين يا فلان وكذا يا فلان نتأدب ونحترمهم في الوقت اللي احنا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نتجرى على ان نقول عنه محمد لا هذا فيه إساءة أدب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا أين دكتور أنا زوجتي زاعلة مع مرت أخوي وبناء على ذلك لم يتم عمل إفطار في رمضان للعائلة بسبب كيد النسوان بسبب كيد النسوان شو ده أقول لكم عاد هو فيه نسوان قويات بس لازم تكون انت شخصيتك أقوى يعني المرأة بتستقوي على الشخص الضعيف المرأة تستقوي على الشخص الضعيف أما الإنسان اللي كلمته ومش بدعو للعنف لا معاذ الله بس الفكرة أنه أنت اللي مفروض تتصرف أنت تقود العيلة أنا بدي أعزم تحب تحضري أهلا وسهلا إليك صدر البيت وانت اللي معز بالغانمة مش حاب تحضري بتروح عند دار أهلك أو واحد عند صاحباتك عبما تتمها العزيمة بس العزيمة صايرة تمام فيا بتكون انت معز بالغانمة بتلاقي هالناس ويا ميت أهلا وسهلا وصيت إلك وانت شيخة البيت والله محييك ويا مرحبا بتهلي بها الضيوف بترحب فيهم تكسب المعروف ما حبيتي بكل احترام تسرح تروح عند أهلك تروح عند دختك بتروح عند وحدة من هذول المطلقات اللي بيعلمين الناس ويحكن وقعدين لك عند وحدة منهم ساعتين زمان اعتكفي عندها على بين ما أنا يمتمشي عزيمتي واللي بسأل عنك بقولهم نزلت ضغطها وراحت على المستشهى إن شاء الله هيحاطينها المغذي على بين ما أو بقول صابيها كورونا أحسن شان ما حديش يسأل لأنه قلنا مغذي تخاف يروح يطل عليك بالمستشفى منقول معها كورونا ومعتزلة عاملة على حالها حجر تمام شان تنقعد 14 لو ما نشوفك ولا حدي يسأل عنك ولا حدي يزورك وعبل ما يمشي بالطابق أما ما بصير إنك تكون أنت مفرقة بين الإخوة ومفرقة بين الحبايب ومفرقة بين الناس يعني أنت تكون عندك إجراء أنت في هذا الموضوع آه الله يرضى عليك أما أنت والله النسواء مش متفقات فالإخوة بتتفقوش لا بعدين نصيحة لوجه الله حتى النسواء لو ما اتفقوا ونسواء لأخو ما اتفقوا حرار مش مطلوب من هاي تحب هاي بس أنتو كأخوة وقعدوا مع بعض يعني يعني كون السلفات متزعلات حرار هاي من بنت فلان وهاي بنت علان وهاي طريقة تربية تشكل وهاي طريقة تربية تشكل وفي حامض وفي حلو في حامض في حلو أنت اليوم لما تروح تشتري قطعة قطعة بلوزة مثلا ولا قميس في قوتشي حق والله عالم قديش في فندي حي الله حق بصر قديش القطعة في مش في وفي عدم مؤاخذة يعني واحد تعج مقطعة من البالة فحرارت ونسواء له السلفات في من هن قوتشي وفي من هن بالة حرارت كله خير وبركة كله باللبس فهندي مش مطلوب من هن يحب بعض ولا يغمن على بعض ولا مش مطلوب إذا كانوا كويسات مع بعض بكون أحسن طبعا بس مش مطلوب أيوة فكونوا متزعلات مع بعض مش معناته الإخوة يتزعلوا هين لي متزعلات متزعل براحة بس الإخوة وأولاد الإخوة لا بدهم نكونوا أيد وحدة آه بدهم نكونوا أيد وحدة مش تفرقهم مرة يعني الحك هذا بالموضوع طويل بس هذا الترباية التسلسلية تراكمية فبدهم يكون في في الإخوة شادين بأيدين بعض مع بعض مش معقول أنتم صاركم مع بعض عايشين الله عالم قديش عشرين خمسة عشرين ثلاثين سنة عبين ما تزوجتوا يعني آه وبعدين والله تهوشنا خير إن شاء الله والله ومرت ومش مرتي والله مرت ومرتي مش سوليفة بالحقاش آمين معنا اتصال السلام عليكم كيف الحال عليكم السلام ورحمة الله بدي أغلبك شاخنا بدي أسأل استفسر سؤال هلأ إحنا كان في عندي مشكلة وكنت حاكي إنه إذا ربنا بنجيني منها بدي أدفع عشر أدفع عشر خرفان هلأ هاي هاي كي يعتبر نذر لا أنت قلت نذر أو نوايات النذر لا مش بنيات النذر يعني بدون لفظ النذر بس إنه حكينا إنه إذا ربنا بنجينا من هاي القصة بدي أعمل أدفع عشر خرفان هلأ ربنا نجاني من هاي بس يعني فيه شغلة ما تيملف فيها فهل هيك الاحتياطة لازم الواحد على كل حال على كل هو لا يعتبر نذر بعدما لا نويتي نذر ولا تلفظتي بكلمة نذر فهو مش نذر من باب الوعد آه ثم فإذا بتوفي بوعدك بيكون أحسن لكن مش واجه الأحواق يعني نعم مدام ما تلفظتي ولا نويتي آه يعني ما علينا نذر بس إذا إنه الأفضل إنه الواحد يعني يعمل اللي حكي نعم بناء على كلامك إنه ما تلفظتي بالنذر ولا نويتي نذر فلا يعتبر نذر آه لا يعتبر نذر فمعناك لا يعتبر نذر نعم آه شكرا نعم نعم الله يتقبل إن شاء الله يا مرحبا معناك كمان اتصال آه السؤال هم السؤال تعليق من أخونا أمير واسيب بيقول لا بارك الله في رفيقه تزعلوا كلمة عتاب ولا جمع رجال اللي تفرقهم مرأة يعني على كل حال هو المعاتف بين الأحباب ما فيهم مشكلة هو صح في ناس كثير العتاب كثير العتاب وفي ناس كثير الشكوى وفي ناس دائم البلوة وفي ناس الطباعي شوف أنا بتنصحك نصيحة واحد اشترى التلفون أبيض أنت زوجك يشتري أسود خلاص اتركه قوله مبارك لا تنكد عليه لا تقوله لا لو إنك خدته أسود لأنه الأسود ومش على هذا زوجك فدائما وأبدا اللي بيطلع بيدك تمشيه اتركه لا تعترض عليه اللي بيطلع بيدك تمشيه لا تعترض عليه لا تعترض إلا فيه شيء بتوقف عليه مصلحة بتوقف عليه الشغل فاصلة ففي بعض الناس عينه نقادة دائم الانتقاد دائم الانتقاد دائم الانتقاد كل شيء بانتقده كل شيء بندقده وأول ما يهدم العلاقة الزوجية كثرة الانتقاد كثرة الانتقاد تهدم العلاقة الزوجية سواء كان انتقاد الرجل لزوجته او الزوجة لزوجها كثرة الانتقاد فحتى وبين الاصحاب كثرة الانتقاد تجعل قاعدتك ثقيلة هاي واحد اثنين في ناس دائم الشكوى ياخي ما بيقول الحمد لله دائما عنده شكوى عنده شكوى عنده شكوى دائما عنده شكوى دائما عنده شكوى تخلي قاعدتك ثقيلة عن ناس بطل الناس حيب تقعد معك فكثير الانتقاد ودائم الشكوى هذا بيبثقل قاعدة والنقطة الثالثة سريع الغضب في ناس غضبوا سريع يعني زي ما يكون بيستنى الناس يعملوا شغل لشان نزعل ياخدك تضحك مع الناس الناس بيمزحوا بيضحكوا بدك توسع صدرك شوي مع الناس حتى يصير فيه اخذوا عطا اما سريع الغضب هذا اللي كل شي بيزعله اوه شي طبعا هو مرض نفسي هذا سريع الغضب هو مريض نفسيا بيحتاج علاج الله يشافيه لانه لزلش بيزعل يعتقد الاخرين اساؤله حبي ما احد اساءلك انت مش اساءلك هو بتتكلم وبحكو بمزه فاذا سريع الغضب كمان قاعدته ثقيلة كثير الشكوى قاعدته ثقيلة كثير الانتقاد قاعدته ثقيلة الرابع اللي هو السلبي اللي كل ما تقترع اختراح بيطلع له فيه مشكلة شو رايكو اليوم نتسحر حمص لا 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 الحمص لانه هذا مش عارفه طيب شو رايكو نتسحر فلافل لا يا اخي الكريم فلافل لانها يا اخي فيها زيت وفيها هدرجة نتسحر مقلوبة يا ابن الحال مقلوبة ثقيلة حالي بدي تسحر مقلوبة معقولة اي شيء يعترض على اي شيء ما بيخلي مركب ساير هذا كمان قاعدته ثقيلة فبدك تكون انت يعني الحياة حلوة مشي قد ما تقدر الله يا رب ان شاء الله يسهل امورك وخلكم اه بدك تنتبع نفسك يعني الانسان لازم ينتبع نفسه اذا كان كثير الشكوى اذا كان كثير الانتقاد اذا كان سريع الغضب بيعتقد كل كلمه تجاهله وفي ناس حساس 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 الى بعد الحدود يعني صعب التعامل معه من شدة تحسسه من الاشياء كمان تكون قاعدة ثقيلة الله يا ربي شحان تعالى يرزقنا حسن الاخلاق محمد القيبات عظم الله اجلكم عظم الله اجلكم يا محمد القيبات وفاة وادة معنا تصل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام رحمة عليكم السلام رحمة يا مرحبا اهلا وسهلا قبل اطاعتكم شيخ يا مرحبا شيخ انا تواصلت معك السنين فاتت انا مريضة كانصر املى خمس بنات محمد راسيميا مشان زواجي الاقارب حاولت ان اتواصل قبل شهر بعد كل اوراقي لجمعي الشيخ نوح الله يرحمه فبعت اه كل المطالبات المالية كهربة ومية زي ما انت طلبت لي لكن ما في حدثة عدمي المرة انا مريضة مائي للاولاد ولا الناس زوجي مصاب فالله بعلام في الظروف انا براجع كل اسبوع على المركز الاورام مركز الحسين للسرطان وبناتي مريضات زي والكبير فيهم عمره 25 سنين وكمان الثاني المريضة 22 سنين و19 سنين الزغيرة عنده تشوف شرايين القلب عمره 12 سنين حسب الله هاي تلفونك عندنا خلي تلفونك عندنا وفي حدا بيحب يساعد اختنا يتصل على 56 56 مية وخمسة واربين اي حدا بيحب يساعد اخت فشاغ الكريم يتصل على 56 56 مية وخمسة واربين لكن انا يا اختي بقترح انه لازم يكون فيلك اعفاء لانه الوضع اللي عندك يعني قد يكون بحاجة اكبر من مساعدة فردية فاذا سمحت يخلي تلفونك عندنا وبتواصل معك الاخوان لعله ناخد اوراقك ونشوف لك قبلك اعفاء من اخواننا في الديوان الملكي ما بيقصروا في رئاس الوزراء كمان ما بيقصروا الله يجب عنا كل خير نشوف لك طريقة اعفاء لكن الى ان يتم الاعفاء اذا في حد بيحب انه يساعدنا يتصل على 56 56 مية وخمسة واربين والمستعان بالله واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشافيك وان يعافيك واسأل الله تباره وتعالى ان يذهب ما بك كرامة لسيدنا محمد وقال بيتك انه على كل شيء في نهاية حلقة اليوم برجع بذكر الليلة مش لازم تفوتنا الليلة ما نضيع منها شيء احنا عنا اليوم برنامج اللي هو استغفار ألف مرة صلاة على رسول الله ألف مرة ولا إله إلا الله ألف مرة وصلاة الترويح أو القيام تكون عشرين ركعة هذا في حده الأدنى الدعاء الدعاء لأنفسنا لأولادنا لبلدنا لكل المسلمين حول العالم لكل المظلومين من مسلمين وغير المسلمين أن يحقن الله الدماء سبحانه وتعالى أن يفرج عنا فرج عاجلا قريبة هذا كله في هذه الليلة اللي احنا نرجو الله عز وجل إنها تكون الليلة ليلة القدر إن شاء الله ونسأل الله تباره وتعالى أنه يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار نسأله تباره وتعالى أن يبسط في أرزاقنا يبارك في أعمار أن يصلح أحوالنا يصلح نوايانا يصلح ظاهرنا يصلح باطلنا وأن يقبل ويتجاوز عن تقسيرنا وعن زللنا وعن خللنا فإنه أكرم أكرم إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر